قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيستعرض خلال القمة الأفريقية بأدس أبابا رؤية نصر تجاه العمل الأفريقي المشترك وتكامل التجاري والتنمية بالقرأ وأوضح سفير راضي أن الرئيس السيسي سيشارك غدا في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي ستعقد في إطار القمة كما يشارك الرئيس في الجلسة الافتتاحية والتي سيقوم خلالها بتسليم رئاسة الاتحاد إلى دولة جنوب إفريقيا وأشار راضي إلى أن الرئيس سيلقي كلمة خلال القمة يستعرض خلالها الإنجازات التي حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد وكذلك عرض رؤية مصر فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي تم تتشينها العام الماضي وأكد راضي أن برنامج الرئيس خلال فترة عقد القمة سيكون حافلا ومزدحما بالعديد من اللقاءات شكرا